ناقش وزراء الشأن الأوروبي العام الخطة المستقبلية لسياسة الانسجام الأوروبي وتمتد لفترة 2021 و2027 وتتضمن هذه السياسة عدد من الصناديق الأوروبية مخصصة لدعم الاستثمار قيمتها الإجمالية تصل إلى 1135 مليار يورو خلال هذه الفترة الجديد الذي اتفق عليه الوزراء هو إلغاء التمييز بين الأقاليم الفقيرة والغنية وكذا تمديد فترة الاستثمار إلى 7 سنوات مع مراجعتها في كل 5 سنوات الخلفات بين الدول الأوروبية قد تؤخروا الاتفاق حول سياسة الانسجام الأوروبي القادمة مما ستكون له أثار سلبية على حركة الاستثمار وضعنا أساس الاتفاق القادم وأكدنا على ثلاثة محاور وهي تخفيف من عبء البيروقراطية والمزيد من الدعم وإعطاء الدول المسؤولية أكثر على المشاريع بريطانيا ملزمة إذن بدفع مساهماتها لدعم سياسة الانسجام الأوروبي بـ 50 مليار يورو تنتهي بداية سنة 2021 نهاية الفترة الانتقالية وتحسباً لخروج بريطانيا البرلمان الأوروبي يقدم اقتراحاً للحكومات يتضمن تأسيس صندوق دعم الدول المتضررة اقتصادياً من انفصال بريطانيا المقترح يوجد قيد الدراسة وسيتم البد فيه لاحقاً مقترح تأسيس صندوق دعم الدول المتضررة من انفصال بريطانيا قدم لنا رسمياً ونحن نعرف أن بريطانيا لن تتلقى الأموام بعد عام 2021 وأخذنا هذا بعين الاعتبار سياسة الانسجام الأوروبي ساهمت في تنمية العديد من الأقاليم الأوروبية الفقيرة ودعمتها اقتصادياً وألحقتها بمستوى المناطق المتطورة كما ساهمت في فك العزلة عن العديد من المناطق الريفية فهي السياسة الأقرب إلى حياة المواطن الأوروبي الاتحاد الأوروبي وفي إيطال سياسة الانسجام يتجه إلى تأسيس صندوق خاص لدعم الدول الأوروبية المتضررة من انفصال بريطانيا لخضر فرات لقناة الإقبارية من مقال المجلس الأوروبي بروكسل